لوكيميا أو سرطان الدم. وهذا المصطلح يشرح الورم أو الأورام التي تنتج في نخال العظم. أما اللينفورما بهذا المصطلح يشرح أو يوضح الأورام التي تنتج في الأنسجة اللنفارية مثل الطحال والكبد والعقد اللنفارية. الأسباب السرطان الدم عديدة مثل كانت تكون وراثية أو قد تكون بيئية مثل تعرض للعقاقير أو الأدوية أو بعض المواد الكيميائية وكذلك الشعاعات. أو قد تكون عوامل مكتسبة مثل متلازمة داون، سيدرام أو ما تسمى بمانجولزم أو فانكوني أنيميا وهو نوع من المتلازمات. قد تكون طفروراثية، تصيب النخاء العظم وتسبب في إيقاف إنتاج جميع إخلايا الدم أو تقليل إنتاجها. أو قد تكون صبوفيروسية مثل HIV أو أمنالوجيكو تسفونكشن أي بعض الأدوية التي تؤثر على عمل جهاز مناعي مثل البطاطي مناعية أو اديوباثيك فاكترز أي عوامل غير معروفة أو غير معلومة. سيتو كيميكل تاستينج أي بعض الاختبارات الكيميائية الخلوية أي تجري على الخلية تصبيق الخلية فتظهر أجزاء معينة من الخلية مثل عضيات أو بعض التركيبات. هذه التركيبات قد تظهر في نوع معينة من خلال الدم البيض أو قد تظهر في فترة معينة من مراحل نضج خلال الدم البيض فيتم تفريق قامل أو معرفة المرحلة ونوع الخلية من خلالها. طبعا في المختبر ويتم تشخيصها مختبرية. أول اختبار كيميائي من سيتو كيميكال تاستينج هو الميلو بيوكسايديز وهذا هو إنزايم يوجد في خلايا الدم البيض الحبابية ويقصد بالخلايا الدم البيض الحبابية هي النيتروفل وإزينوفيل وبيزوفيل وكذلك المونوسايت. وغير موجود هذا الإنزايم في اللينفوسايت. هذا الاختبار مهم جدا في تفريق أو تشخيص بين حالتين مراضيتين أو ما يسمى بأمراض سرطان الدم مثل أكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا أو الأكيوت ماليجنس لوكيميا. من أسمي يبين أن هذا النوع من المراض سرطانية يصيب الخلايا اللنفاوية أي التي هي T-cell B-cell والأكيوت ماليجنس لوكيميا فهي يصيب كل خلايا عادة هذا النوع من الخلايا. النتائج أو النتائج التحاليل عندنا عمل هذا الاقتبار. الغرانيو سايت أي الخلايا الحبيبية والماليو بلاست أي الخلايا المونوسايت في مراحل النضج. أو كلاك الخلايا الغرانيو سايت في مراحل النضج أي غير مانضجة لازالة فتية. يظهر ما يسمى بالأورب روتز أي عصيات روتز أو جسمات روتز. هذا يظهر بوزرتف أي تتصبغ جزء من الخلايا تظهر بشكل عواط. أو بشكل أصي. أما في خلال المونوسايت فلا تظهر أو قد يظهر بشكل مؤويك بوزيتف أي غير واضح جدا. أو قد يظهر وقد لا يظهر أحيانا. أما في اللونفوسايت فلا يوجد هذا التركيب. أو ما يسمى بالأورووتز. الأورووتز هو يعتقد عبيبات أو فجوات مدموجة. وقالب ما توجد فقط في الميلو بلاست أي مراحل فتية من خلال دم البيض الحبيبية. وجود هذه اللعوات هو التشخيص الأمثل للأكيوت ميلوجنس لوكيميا. والذي يفرق عن حالة الأكيوت لينفوس بلاستيك لوكيميا. الاختبار الكيميائي الخلوي الثاني هو السودان بلاك. هذا يصبغ الدهون الموجودة في الحبيبات الغيسية والحبيبات الثانوية الموجودة في الخلايا الحبيبية وخلايا المونوسايت في اللايزوسوم. والليزوسوم يقصد به الفجوات. تكون نتائج هذه المتماثلة لنتائج الميلوب إيروكسايديز أو غالب ما يستخدم في التفريق كذلك بين الأكيوت ميلوجنس لوكيميا والأكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا. ولكنه الأقل دقة أو أقل تخصص. النتائج غالب ما تكون بالنسبة للغانيولوسايت بما أنها تحتوي على هذه الحبيبات التي تحتوي على الدهون. غالب ما تظهر موجبة. وبالأخص ميلوبلاست والغانيولوسايت. أما بالنسبة المونوسايت فغالب ما تظهر نيكتف إلى أي موجبة أو ضعيفة أو لا تظهر أحيانا. أما الينفوسايت فتظهر نيكتف أي غير موجودة. نونسبسيك استريسيز أو ألفا نيفثايل استريسي. هذا التصبيق الإنزيمي أي يصبر النوع من الإنزيمات. يستخدم التفريق بين الخلال الغانيولوسايت أي الخلال الحبيبية كالنيتروفيل والإزينوفيل والبيزوفيل والمونوسايت خلال البلعمية. ولبما تكون هذه الصبرة غير دقيقة. لأنها قد تصبر بعض الخلال أحيانا كخلال دم الحمر والليمفوسايت. نتائج يفترض بالنسبة للمونوسايت ببعض أن يحتوي على هذا الإنزيم. تظهر بصورة كبيرة موجبة أي diffused positive أي تظهر علامات التصبيق بصورة مكثفة في السايتوبلازم. ولكن قد تظهر نتائج غير حقيقية أو نتائج خاطئة أو تظهر نكاتف إذا تم عزل الدم في تيوبة تحتوي علامات السوديوم فلورايد. بالنسبة للغانيولوسايت تظهر نكاتف لا يحتوي على هذا الإنزيم. وبالنسبة للليمفوسايت نظهر نكاتف. باستثناء خلايا تي لمفوسايت التي تظهر بعض التصبيقات بسيطة أو تصبيقات مركزية. Specific esterase أو Chloracetate esterase. هذا التصبيق الأنزيم يصبغ فقط الخلايا الحبيبية أي نتروفيل وبيزوفيل وإزينوفيل. النتائج تظهر خلايا القانيولوسايت والخلايا الحبيبية بهذه اللون. سيتصبغ محتوياتها من هذه المحتويات بالنسبة للنتروفيل والميلو بلاست أي الخلايا الحبيبية ولكن لا زالت في مرحلة النمو. أو الأجسام التي توجد في داخل خلية تظهر بشكل الأعواد هذا يمثل بعض الحبيبات المدموجة والفجوات التي تحتوي على الأنزيمات. فتصبغ في هذه الصبغة بالنسبة للقانيولوسايت. أما بالاسم المونوسايت فتظهر negative أو قد تظهر بصورة positive ولكن طفيفة أي لا تظهر بصورة براقة كما تظهر خلال الحبيبية. Periodic acid shift أو PAS هذه الصبغة تضمن تصبيق بعض مكونات أو مركبات Glycogen وهو المخزون الكاربوهايدريت. وهذه الصبغة أو PAS تستخدم للتعرف على خلايا اللنفاوية السرطانية أو الأزاية الفتية. نتائج الاختبار بالنسبة للخلايا دم الحمر. خلايا دم الحمر السرطانية تظهر موجبة. وسن نرى كيف تظهر أو تكون نتيجة موجبة. أما خلال الدم الحمر الطبيعية أو الأزاية الفتية ولكنها الطبيعية. فتظهر غير موجبة أي لا يتجد أو لا تتصبر أو لا تظهر هذه ما يسمى بالبلوكس. أما بالنسبة للنفو بلاست أو الخلايا اللنفاوية الفتية أو السرطانية. فتظهر ما يسمى بالبلوك. والبلوك هو بمثابة بعض التراكيب المتراسة التي تتحيض الخلية. فتعطيها تركيب يشبه القرميد أو يشبه ما يسمى بالطابق في المعنى العامي. وهذا ما يسمى بالبلوك. فظهر هذه التراكيب المتراسة المحيطة بالخلية اللنفاوية الفتية أو السرطانية. فتعطيها هذه الميزة. وكذلك بالنسبة للخلايا الدم الحمر السرطانية وليست الغير طبيعية. أعفوا وليست الطبيعية. أو الأزارة الفتية فتعطيها كذلك نفس هذه المظهر. هذا الأنزيم موجود في الفجوات أو الحبيبات الثانوية للنيتروفيل. الخلايا نتروفيل أو الخلايا الحبيبية ذات الأنوية المتعددة. وهي موجودة في الإزونافيل ولا في البيزوفيل. هذا الاختبار يستخدم التفريق بين الكرونيك مالجنرس لوكيميا وهو نوع من المراض السرطانية المزمنة. وبعض الحالات تسبب زيادة في، أو أسبابها هي زيادة طبيعية في خلايا الدم بشكل عام كأن تكون مراثية. فالنتائج تكون بالنسبة للنوع السرطانية والكرونيك مالجنرس لوكيميا. غالبا ما يكون سعب ذلك هو زيادة مفرطة في جميع نوع الخلايا وليس فقط في نوع واحد من الخلايا. وغالبا ما تكون خلايا غير نعضجة فلا تظهر خلايا النيتروفيل بصورة كبيرة. أي تكون خلايا الفتية طاغية على خلايا النيتروفيل. أما في بعض الليكومويد راكشن والليكومويد راكشن هي حالة تكون فيها زيادة في إنتاج خلايا الدم البيض بضبنها النيتروفيل. فتظهر نيتروفيل بصورة كبيرة. وبذلك تتصبغ بكثرة فتظهر نتيجة أكبر في هذا التحليل. السيد فوسفيتايس هذا الإنزائن موجود في معظم خلايا دم البيض أو بالأخص في محتوياتها مثل الفجوات أو الحبيباتيس. ولكن في حالة الأكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا تظهر خلايا تي سيل اعتوي على هذا النوع من الانزيمة. فتظهر بصورة غير طبيعية. أو بالنسبة لبعض الأمراض التي تسبب ما يسمى بالهيري سيلز. والهيري سيلز هي خلايا البي سيلز أو البلازم السيلز التي تفرز الأدسال المضادة. فيظهر سيلز بلازم بشكل خيوط يشبه الشعيرات. فأعطيت هذا الاسم. غالبا كذلك ما تحتوي على هذا الانزيم فتظهر بصورة غير طبيعية. وتظهر بصورة صبخ هذا الانزيم. وسبب الهيري سيلز هو مرض سرطاني. يمثل كذلك الأكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا. الهيري سيلز كذلك تظهر موجبه للتحليل القادم الذي سوف نشرع عنه. ولكن بقية الخلايا يمكن أن تتهبط أو لا تظهر بواسط هذا التحليل. ترمينات دي اوكسينيوكولورتايدل ترانسفيريز أو تي اي دي تي. هذا الانزيم هو ما يسمى دي اني البوليمرز الموجود فيه الخلايا الغير ناضجة. وغالبا ما تكون الخلايا الغير ناضجة عندما تواجد في الدم فهي تشير الى نمو غير طبيعي. وغالبا ما يكون نمو سرطاني. بحيث تتزاحم الخلايا الفتية في داخل النخاء العظم مما يؤدي لها زيال عددها ولا تنضج فتطرح في مجرى الدم. ونتائج بالنسبة للمفو بلاستيك لوكيميا تكون موجبة اي هذي الحالة السرين متعرف على حالة المفو بلاستيك لوكيميا او الالال. كمان ترى هنا. هذا الجدول يوضح الاختبارات الكيميائية الخلوية. فهذه هي الاختبارات التي اخذناها سابقا وهذه هي الامراض التي تتطبق عليها. المختصرات هذه الأمراض الأية التي تتطبق عليهاi المفو بلاستيك لوكيميا والمرضة الذي يصيب السرطاني الذي يصيب خلال المفوية. والأكيو الميلورية الكيميا وبالمرضة الذي يصيب خلال الميلورية أو خلال الهرجة مثل Netrophilays and Monomyofith. والأكيو الميلور كيميا وهذه هي النوع من الأمراض الصراطاني الذي يصيب نتروفيل والمونوسائت. كذلك لدينا Acute Monoblastic والMonocytic Leukemia وهو نوع من الأمراض السرطانية الذي يصيب المonocyte فتظهر أما فتية في الدم وتظهر بصورة كبيرة أو صورة بالغة ولكن في الدم تظهر بصورة كبيرة Acute Arthroid Leukemia هو أمراض السرطانية التي تصيب خلال الدم الحمر والأكيوت Megacaryoplastic Leukemia وهو المراض السرطانية يصيب وهو الخلية الكبيرة المهيئة للصفحات الدمورية فتظهر بعداد كبير كذلك سبب ظهور عدد كبير من الصفحات الدمورية في الدم والأكيوت Bromylocytic Leukemia وهو المراض السرطانية تظهر فيه خلال الدم البيض بصورة غير ناضجة أي المرحلة البداية من النمو أو ما يسمى Bromylocyte والبداية تتكون خلايا الدم البيض في نخاء العظم وهذا نوع من خلايا الفتية للأساس سرطانية وتكون سرطانية هنا positive أي موجب وهنا negative أما هنا فقط تكون positive أو negative أما هناك أما هناك أما هناك أما هناك أما هناك أما هناك